مجهور معكم روني عدي كارم من شركة صانفي اليوم نحن نتعلم كيف يمكننا نبرمج موتور موتور يركب على البواب الأمريكاني موتور ديكسون أول شي بيكون عنا نحن على الشاشة بس يكون راكب جديد مقطوب S1 بنقبص على كبسة الساد تقريبا شي أربع صواني من شي ليدنا بيكتبنا S2 بنقبص بالناقص طي ينزل الباب يسكر تحت مثل ما نحن بناه لازم نضلنا نحن كبسين على ناقص لانه مجرد بنشي ليدنا لحيقف أهم شي نحن وين منا يقف تحت يعني وين حدوده تحت لازم نوقف لانه بها الطريقة نحن هلأ عم نحدد له لحدود طبعه وين لازم يقف من بعد ما ننزل الباب أنا بدي حدوده توقف هون يقبص على كبسة الأوكي بيصير الباب يطلع لواحده هلأ بالطلعة بيكون بحدة حدوده وين يوقف بالطلعة متما ملاحظين هون على السكة حطنا له هذه الحديدة يلي بس يوصل الباب يدرب فيها بيكون عارف وين حدوده بدل طالع لواحده أكيد هلأ الشاشة بعد عاجتنا أسهل طي يوصل مجرد مدأ فيها بيرجع عنا بيعمر سايكل تاني بينزل أسهل كما تلاحظت هلأ ينزل بشكل أسرع لأنه يقوم بياخد بيوصفه وإخر شيء نشي على مهل بس ينزل تكتب لنا الشاشة C1 بيكون خلص البروغرام طبعا. هلأ إذا ما نبرمج رومونت كنترول ما ننجي على الزر البروغ ما ننقص عليه كرميل تعطينا الشاشة F0 من شيل إيدنا ما ننجي على رومونت كنترول بيكون عنا كبس شميل و كبس يمي ما ننقص مع بعض تتصير الضوء بعدين منقص عليها إذا كانت لنا تكتب لنا آد بيكون حفظها. شكرا إن شاء الله نكون في دنياكم و انطلونا الروسس جديدة.